نحن نعرف أنه السلطة السياسية تخدم السلطة الاقتصادية والسلطة الاقتصادية هي يعني تعمل دائما من أجل أن يكون لها ممتلون سياسيون يخدمونها مصالحة هذه قاعدة عامة لكن نحن طبعا مع تقنين هذا الموضوع يعني لو كان هذا ممكن أن يكون هناك فصل ما بين السلطة والطروة ستكون مسألة إيجابية إذن نحن طبعا مع أن لا يتحمل المسؤولية السياسية ما لهم يعني مصالح اقتصادية ونحن معا أن الذين لهم يعني مصالح اقتصادية لا يتحملوا هذه المسؤولية السياسية إذن ونحن لنا مثال واضح في حالة المغرب هو موضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المسؤولين عن انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب انتهاكات الجسيمة في المجال السياسي هم بالضبط الذين استفادوا من الفساد الاقتصادي إذن كان هناك ربط شبه ميكانيكي ما بين هؤلاء النوعين من الانتهاكات ومرد ذلك إلى كون أن الذين كانوا ينتهكون الحقوق السياسية والمدنية كانوا ينتهكونها من أجل الاستفادة على المستوى الاقتصادي وبالتالي لا بد إذا أردنا أن تكون لنا ديمقراطية في البلاد أن نفصل ما بين السلطة السياسية والسلطة الاقتصادية